اشتركوا في القناة وفي أحسن الأحوال ضيفا غير مرغوبا فيه ثم تأنف من صراخي هذا الحجر لا يحمل تاريخ صلاحية ولا يصنع في دولة أجنبية سأعود للحجر يوما لأهشم به أنف المعتدين وأسحق به جبروت الطغاة والمتكبرين ما هنت ولم أهن وإن خانني الحكام فالشعوب لم تخن نحن أمة المليار أمة الكبرياء والإصرار سنعود للحجر يوما ونبني به صرحا شامخا كأمجادنا حرا كأرواحنا نبيلا كأخلاقنا نحن أمة الأقصى مراح القدس لم تنسى بمداد الدم نكتبها وفي الآفاق نبعثها لا تعجب من ثقة بهذا الحجر فكل أحجار المسلمين تحمل النسب الأصيل الواصلة بها إلى حجارة السجيل يوم حمل الله الكعبة ودمر أصحاب الفيل سأعود للحجر يوما وأكون أنا طير الأبابي كيف كوني أكابر؟ قبل ما نبلش حلقتنا لا تنسوا تشتركوا بقناة الممبدعون السوريون وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة بين أحبابكم أثناء هذه الحلقة الصين حكت أن صاروخ الشايح وقع وتفكك ببحر العرب يعني عمليا ضل السبوع طير بالجو وكل التكنولوجيا وتطور والقدرات العظيمة اللي الدول نخلط راسنا فيها ما قدرت لا توقفوا ولا حتتعرف ويمد يسقط أو إذا كان راح يسقط أصلا طبعاً نحن كمسلمين أولاً من آمن بأنه مهما بلغت قوة هالدول بالنهاية هي تحت قوة وقهر وجبروت الله عز وجل ومنشجع تطور التكنولوجيا ويتمنى نمتلكه ومنشجع على لما يكون بخدمة البشرية لكن هالشي للأسف بعمره ما كان ولا صار يعني كل هاي الصواريخ وسباق التسلح والفضاء والتقاني مخصص لتدمير البشرية والسيطر على الشعوب بالتجسس والقهر والقوة مثل الشعب اللي يقول المسلم اللي الصين تستخدم كل قوتها العسكرية والصناعية لتحاصلوا تقمعه ومثل الشعب السوري السائر اللي كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أحد ضحايا قوة الصين الاقتصادية والسياسية من خلال حق النقد الفيتو اللي استخدنته الصين بجانب روسيا لدعم الأسد مجلس الأمن الدولي ومثل الشعب الفلسطيني البطأ اللي عم يواجه من عشرات الصين قد درسته إجرام الصهاين المحتلين وعم يعاني اليوم من سياسات التهويد والقمع المتتابعة من قبل الثلاثة الاحتلال اللي عم تستغل كل المناسبات الدينية عند المسلمين ليعطي مجال للمجموعات اليهودية المتطرفة لتصرخ وتنادي بالقدس الموت للعرب والموت للمسلم قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين حاصفوا عدد من المصلين من المسجد الأقصى بالتزاون مع محاولات تهجير عدد من أسر الفلسطيني من بيوتهم بحي الشيخ شراح والقدس طبعا الشعب الفلسطيني مثل ما اعتدنا على بطل المقدام وما بيهاب الموت وما ترك ولا فرصة للمواجهة مع قوات الاحتلال إلا واستغلها أحسن استغلال لا يصرخ ويقول هي الأرض أرضي وما بتنازل عنها مهما طال الزمان أو قصير والاحتلال بشكل طبيعي استخدم العنف في القوة ضد المتظاهرين الأمر اللي أوقع أكثر من 200 إصابة بصوف المحتجين بصعيد إسرائيلي خسيس بأكتر أوقات المسلمين قداسة واللي هو الشهر الفضيل والعيد المبارك وكالعادة طواطؤ عربي ودولي بهدف ثاني الفلسطينيين لحقهم وكسر إرادة الصمود اللي بتولد فيهم بالفترة وبهالمناسبة تقدم بالشكر والتأذير لكوادر وطلبة جامعة إدلب اللي نظموا وقفة تضامنية مع القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام تحت عنوان نصرة لأقصانة نرجع هلأ للوطن المعطاء قال أهالي حي الشماس ببنينة حمص ناموا فاقوا ولقوا في عامود كهربا هيك طالع مثل الشجرة ليش ما حدا بيعري وماشاء الله مفرع ومخضر تقول شجرة عمره شمية سنة لهيك السلطات ما رضي تشيله من طريق الناس وتنقلو شغلت مطرين اليمين أو اليسار لا عن جد عن جد ما رضي يشيله قال بيكلف تقريبا تقريبا شي أربعين من اليول يرا سوري يعني سين سؤال إذا الكهربا ما عبت جي عندكم أصلا شو لازمته لعامود من أساسه لا تتغرب عايزين مشاهد وإن كنت تعجب فهناك أعجب شفت لي رتل الأقمار الصناعية تبع آيلون ماسك ولي أطلقته شربت سبيس إكس ضمن مشروع لتخطيط العالم بالأنترنت المجانة بشي سنة من السنوات قال هذا الرتل عم يمنع السوريين من الاستمتاع بنظرهم للسماء الجميلة عم يعمل تلوث بصري عند القيادة الحكيمة عن جد عن جد ومن عند الحكيمة هذا في واحد اسمه محمد العصيري قال هو شغلته رئيس الجمعية الفلكية السورية صرح لأحدى إذاعات النظام المشهورة أن النظام اشتكى على سبيس إكس لأنها ما نسقت مع سوريا وقال بالنص لأنها تحجب رؤية الكواكب والنجوم خلال الرصد وتشوه منظر السماء إضافة للأخطار الأخرى التي تتعلق بالطيران والمنكبات الفضائية يا ليلي يعني يعني ها 16-17 ديارة يعني ما عم بتفارق سماء سوريا بين إسرائيلي وروسي وتركي وأمريكي واستطلاعه وحربي وغيره وغيراته هذا كله بنصق معكم وما عم يحجب رؤية الكواكب ولا عم يشوه السماء طبعا فريق العمال ما خرطت مشته الأسباب التافة وراح عمل تحري وبحث مطور وتوصل للحقيقة عزيزي المشاهد إليك الحقيقة وخدها من عندي ولا تخاف هذا بشار الأسد كان سهران مع الآغية در بيت الأخص قالت له هيك السيدة الرئيس معروفة في سرعة البديعة وما كذب خبر رفع عينه على السماء وأول نجمة إيجت عينه قال له هيدي إليك اشتريتلك ياها برات بكله البالي قدره أربعين ألف ليرة سوري والأربعين ألف حطونا إياها بين خوسين المهم سيدة الفازلين ما لح تفرح بالهدية إلا وكانت مختفيا من السماء طلعت هي مو نجمة حقيقة بل أحد أقمار أيلون ماسك اللح كان عندنا لذلك النظام رفع دعوة على الشركة بحجد السيادة الوطنية وهل علاقة مصدية وبنهاية الحلقة بحب أن نقل أسمع آيات التهاني والتبريقات من فريق العمل وكادر منصة المبدعون السوريون للشعب السوري البطل وعامة المسلمين على أسطح الكوكب المدعبة بمناسبة قدوم عيد الفطر السعي أعاده الله علينا وعليكم بالنصر والفراش قريب بإذن الله حياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة